السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في قناة نورشانيل للوصفات اليوم سوف أشارك معكم علاج طبيعي لفرط الحركة وأيضا يمكن استعماله لعلاج أو تخفيف نوبات الصرع خصوصا لدى الأطفال بعشبتين فقط العشبة الأولى وهي الحبق أو بما يسمى بالريحان هذه العشبة لديها فوائد رائع جدا جدا سواء للكبار أو للصغار لذلك فهي تضاف إلى السلطات وأيضا إلى الطهي أو الطبخ تعمل على علاج العديد من المشاكل منها مشاكل الجلد بالنسبة للأطفال والكبار أيضا وأيضا تقوي جهاز المناعة للأطفال جدا جدا تحسن صحة الجهاز الهضمي لديهم أيضا صحة الجهاز التنفسي بالنسبة للأطفال الذين يعانون من الحساسية من الربو كمقوتلي مفيدة جدا للصرع وأيضا مفيدة في علاج الحمى طبيعيا للأطفال ولديها العديد من الفوائد الأخرى بنسبة لحماية العين حماية الجسم وتنظيفه من السموم والعديد من المشاكل التي تعرج هذه العشبة وهي الحبق أو الريحان وطبعا سوف أضيف لها ورق الغار إذن سوف أحتاج فقط إلى ورق الغار ورق الحبق أضيف لهم الماء المغلي أتركهم بضع دقائق حتى تنقع العشاب جيدا أصفي الماء وأعطيه دافئ بالنسبة للطفل مرة واحدة فقط في اليوم خصوصا قبل النوم سوف ينام مرتاح جدا تخلصه من مشاكل النوم من المغص من العديد من المشاكل التي يمكن أن تؤدي به إلى نوم متقطع أو إلى نوم غير جيد ولديها العديد من الفوائد في هذا الفيديو أردت فقط أن أشارك معكم هذه اعتبروها نصيحة فقط أكثر مما هي وصفة بالنسبة لفوائد الحبق والريحان بالتفصيل سوف أتطرق إليها في الفيديو القادم بإذن الله وإلى اللقاء